في كريم لهم كانوا مثقفين ورؤوس أحساب وصحفيين يسألوه وهو يجاوب مانيش بش نتكلم برشا كريم على المواضيع للجبدة وإلا بلكش كان عنا وقت نجمو نرجعو لهم أما على خاطر فرما نقطة تهمت وينسا برشا تحطثوا عليها برشا وسائل الإعلام اللي هي فتح الحدود أما كنقول تحطوا عليها وسائل الإعلام بما أنه الحكاية ذايا خرجت من مسؤولين من الحكومة أما كريم اليوم أنا سمعت سيرا فيق عبد السلام ونسمعه مستمعي إكسبرس الفيم اللي يستنيوا بش يفهم وش نية الحكاية هذية قال اللي الحكاية هذية ما هيش صحيحة دونك نخليه كريم المجال سيرا فيق عبد السلام يتكلم في الموضوع هذي ما يتعلق بموضوع فتح الحدود يبدو يثير كثير من الجدل في الإعلام والصحافة احنا ما فيش شيء استثنائي يعني فيما يتعلق بعلاقاتنا المغربي ما فيه شيء استثنائي فيه توجه سياسي عام مزيد الانفتاح قايم على مزيد الانفتاح على دول المغرب العربي وانعقدت يعني لجان مشتركة عقدنا لجنة عمل مشتركة مع شقانة في الجزائر لجنة مشتركة في المغرب لجنة مشتركة مع الموريطانيين فيه توجه نحو تيسير الإقامة لجنة مشتركة المغربية التونسية كثير من المواطنين المغاربة عندهم مشكلة متع إقامة ماشيين في توجه حل مشكلة الإقامة بصورة تدريجية فيه مشكلة عمل أيضا بالنسبة للمقيمين المغاربة يسرنا المظروف العمل بالنسبة للناس المقيمين هنا بالنسبة للجزائرين نفس الشيء لكن مفيش توجه استثنائي لفتح الحدود بصورة كاملة ما أشيع على بطاقات التعريف والعمل بطاقات التعريف من طرف واحد هذا الأمر ليس دقيق وليس صحيح نحن مرتزمين بالاتفاقيات المغاربية وما في ذلك مثل ما ذكر الدكتور بالعيد معناها اتفاقية مراكش أو معاهدة مراكش لكن مفيش شيء استثنائي ستم الأعلان عنها خلال القمة المغاربية التي ستنعقد في شهر أكتوبر في تونس فننطمنكم من الجانب هذا ما فيش شيء استثنائي وما فيش خوف أو خشية من هجمة مغاربية حتى يتم التوظيف هذا المعلوم في التوظيف هذا الموضوع في الإعلام والصحافة نحن من حيث المبدأ ماشيين باتجاه الانفتاح على شقاءنا المغاربة باتجاه وجود فضاء اقتصادي وربما سياسي مغاربي متكابل مع مراعاة الخصوصيات المغاربية ثم مراعاة الجانب الأمني الجانب الأمني لابد من أن يؤخذ بعين الاعتبار ما فيش حاجة استثنائي كما قال سي رفيق عبد السلام معما أخي موش جاي بعدين هو سيحوسين جزير هو وزير في بيلي نعطيها وحكي ذي في مثير الجدل حتى في التليفون مع زهير الجيس اي جستو من كايم ويظهر لي موش بشوف الحلقة لدي كل مسؤول يعطي الدكلارات حتي ذي كان عطا في الشبكة السايفية عطا فمش موثيل الجدل وليت نايت لين في الليل عما يذلي زهير بشي لي عطا احنا موجودين جستونا بش نذكروا ومش نجدو من أرشيفينا كما قالوا ذكره تنفع المؤمنين اكيد كريم فما كما قلت انتي سيحاسي حسين الجزيري كاتب على مزارة الهجرة والتونسيين بالخارج اللي كان عنده تدخل مع زهير الجيس في مثير الجدل 27 جوان يعني جمع الفاتك اللي تحدث فيه على الموضوع هذي وخصوصا صحة المعلومة ولا لي نسمو الجزء الاول كريم ونعتذر دافنس معناها على طول الجزء اما خليت بالعاني اسئلة زميلي والاجابة بش تكون هدايا واضحة المستمعي اكس بريس افام نداو بالنقطة بالنقطة كنت حب ولا تقول لي الساعة هادوما معلومات صحيحة ولا هادوما السلسان ديزان توكس قاعدين يسيركوليو على الفيسبوك لا ما تمش ديزان توكس سيد اولا شكرا للاكس بريس افام على طرح مثلم هذي الملفات وهذي قضايا صحيحة والحوار والنقاش كله معناها معقول ومقبول وهذه هي تونس الجديدة نحبو ان معناها نبنوها مع بعضنا وان انطوروها خاصة في محيطها الجغرافي وبعدها المغاربي اولا والعرب الاسلامي ثانية فما سؤال زميلي زهار الجيس الوقتش يبدأ فما تطبيق ووسيح حسين الجازيريس معناه قال وزارة الخارجية اعلمت اليوم بش يبدأ يجربوا ب الف شخص كريم ذهولي الاجابة هذي نعودو نسمعها نعودو نسمعها معتها الاخرانية هذي الوقتش بش يتم تطبيقها سيح حسين قال سيد معناه الاخوة في وزارة الخارجية قالوا بش يبدو السنة هذي اتخارت ألف يعني يعني رانا وخطوا خطوة بشوية بشوية بشوية